اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى ازاي المشاهدين خليني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الحلقة نجم الكبير والمدرب القدير كابتن محمد يوسف ازاي كابتن محمد كابتن اسلام ازاي الله يخليك انا سعيد معاك والله سعيد ان انا اكون معاك النهاردة وطبعا يعني في قناتي ومكاني المفضل طبعا قناتي نادي الالو لما اكون بقى طبعا مع اعلامي مميز ازايك دي حاجة جميلة يعني بنا اخليك يا كابتن ويعني دايما بنستمتع بوجودك معانا وش عالف لينا ان حاجة تكون موجود معانا دايما بنا اخليك بنا اخليك منور يا كابتن محمد بنا اخليك يا كابتن السلام طبعا انا مبسوط جدا وسعيد جدا بالتقرير وفي نفس الوقت لازم اذكر طبعا اشكر السمير طبعا عشور وكل الاصطاف بقى بتاعك هشام وعمر وحاتم طبعا الشربيني ما شاء الله عليهم ويعني دي حاجة انا متوقحة انها يكون في بيتي وقناة الاهلي واحد بيفخر والله وبيحس انه هو فعلا سعيد انه متواجد في هذا المكان كابتن محمد الفترة عندنا مفاجئات كتير النهاردة بالمناسبة هنتكلم عنها ولكن الفترة اللي فاتت وخلينا نبدأ بنهاية التقرير التقرير تكلم عن تجربتك مع نادي البنك الاهلي وهي اخر تجربة لكابتن محمد يوسف هل بتعتبرها تجربة ناجحة تجربة لم تنجح شايفها ازاي خصوصا في ظل ان كانت البدايات بتقول ان الشكل العام ان الفريق حينجح بصري طبعا تجربة البنك الاهلي فيها فوايد كتيرة جدا بالنسبة لي وطبعا لما خطها طبعا كان انت عارف الشغل برا النادي الاهلي بيختلف شوية عن الشغل جوه النادي الاهلي انت بتعمل حاجات كتيرة جدا في غير اختصاصك لكن لما عدت مع المسؤولين في البنك الاهلي وفي النادي فكان يعني اول حاجة سألتهم انترون احنا هدفكو ايه او يعني ايه اللي انتو بتهدفوا ليه فكان كلامهم ان هو البقاء في الدور الممتاز يعني فبدأنا طبعا انا حطيت التوقعات بتاعتي وحطيت الشغل بتاع كله على ان انا اتواجد في منتصف الجدول مش عالبقاء لان انت عارف برضو الكرة لازم تأمن نفسك لازم تبقى شغل على حاجة اعلى من اللي انت بتهدف اليه يعني النقطة طبعا احنا كنا ماشيين بشكل الى حد الما كويس لكن ما كانش فيه توفيق يعني النهاردة يعني لما بتيجي تشوف التجربة انا البنك الاهلي لعب 26 مباراة حتى الان حتى اللحظة اللي انا قعد معك في يدي انا لما بدأت مع البنك الاهلي لعبت 13 مباراة 13 مباراة لعبتهم في شهرين من احد حاجات لعدم التوفيق ان انا عملت فترة اعداد يعتبر يعني سريع جدا مقدرتش طبعا انا كنت متعقد مع لعبين الحمد لله اخترتهم بعناية كبيرة جدا واخترتهم بعد دراسة يعني دقيقة جدا لكن ملحقناش نعمل فترة اعداد احنا لعبنا كل اللي لعبناهم فترة اعداد 3 او 4 مباراة ودية في 10 ايام في معصر في اسماعليه وبعد كده دخلنا على المباراة جالي لعيبة متأخر جدا زي معروف يوسف زي زنفولي الجون يعني جالي لعيبة متأخرة جدا دخلوا معنا لدرجة ان انا بعد ما تشين 3 وانا في الدوري كنت بجرب لسه كنت بجرب واركب باك رايت مع هاف رايت باك ليفت مع هاف ليفت وهاكذا فلعبت 13 مباراة في شهرين في حين ان البنك الاهلي لعبت 13 مباراة تانين في 14 ونص يعني حاليا الكابتن خالد جلال طبعا ده مش مش اي يعني ما بقللش من مجهود وبالعكس عامل مجهود كويس جدا وعمل وبازل مجهود كبير لكن اوقات بيبقى فيه عوامل بره كرة اسلام بيبقى فيها توفيق لمدرب وعدم توفيق لمدرب النهاردة لما البنك بيلعب 13 مباراة فيه 4 شهر ونص يعني اكتر من ضعف الوقت اللي انا لعبت فيه 13 مباراة فطبعا عندك فرصة لعلاج المصابين عندك فرصة لتصليح الاخطاء عندك فرصة لالتقاط الانفاس عندك حاجات كتيرة جدا لما بيبقى فارج زمني بين المباراة فطبعا التجربة فيها نقط انا استفدت منها بشكل كبير جدا كتبتها عندي طبعا وخبرة ليا وفي نفس الوقت كمان فيها ايجابيات انا انا عملت ريكوردز مع البنك الاهلي اعتقد انه يعني فيه فرق صعدة ما تقدرش تعمله انا تعديلت مع خمس فرق كبيرة اي يعني تعديلت مع الاهلي تعديلت مع بيراميز تعديلت مع المصري في برج العرب تعديلت مع اسماعيلي في اسماعيلية يعني فهم قصدي فتعديلت مع اسموحة في اسموحة اتنين اتنين وكان سموحة من الفرق المقدمة في الوقت ده يعني بس فطبعا كان فيه تعدلات كتيرة كنت اتمنى ان هي تبقى احسن من كده لكن طبعا خدت منها دروس كويسة جدا على مستوى الشخصي وفي نفس الوقت بيينتلي قوي التوفيق وعدم التوفيق للمدرب فيه فيه نسبة يعني اوعة تكون وانت اكيد طبعا اكيد قادرة مني احنا كلعيبة زي المدرب المدرب بيلعب كل مباراة زي اللعب ما بينزل يلعب كل مباراة فممكن يوفق ان ارض اسلام موفق قوي الاوفر شغال والكرة بتمش ماشية واوقات تبقى نازل وعامل تيجي تعمل الله يا جماعة منها بعمل الاوفر تبص ليه على ارض الله هو فيه ايه يعني فهم قصدي بنفس الكلام مع المدربين او المدربين طبعا المدرب كل مباراة قصة مختلفة حكاية جديدة ممكن يوفق فيها او ممكن لا فاكر الفين واربعتاشر كبت عشان كنت بس بستشهد بالموضوع ده من شوية اه فالفين واربعتاشر لما كنت المدير الفني النادي اسموحها وتعادلت في المباراة الاخيرة مع النادي الاهلي مظبوط مظبوط ونادي الزمالك خد بطولة الدورة فاز بالدورة يسعي فاز بالدورة قبل حتى ما يلعب المباراة الاخيرة ليه اللي هي امام الجيش مظبوط مظبوط انا بتكلم في النقطة دي لان امبارح لحياة كابتا محمد عبدالجليل المدير الفني اللي نادي مصر المقصة طلع قال يعني انا بقلت اللاعبتي حاول يحاولوا يحفظوا على لعبت النادي الاهلي وبالتالي اهو من امبارح لغاية النهاردة متقطع ان هو حيفوت حيفوت يتقل كده حيفوت مباراة النادي الاهلي مع مصر المقصة فانا اخدت حضرتك اللي انت عملته في 2014 كدليل حضرتك بتحب النادي الاهلي طبعا بتعشق النادي الاهلي ولكن لما بتلعب النادي الاهلي تعلمت في النادي الاهلي ايه اللي انا عايز اقوله اسلام اولا اولا اول حاجة كده بدء زي بدء النادي الاهلي اكبر من انه يستنى من محمد يوسف او محمد عبدالجليل او اي مدرب من ولاده انه يحصل تواطق او يحصل حاجة عشان يديله نقطتين او يديله تلات نقاط او الكلام ده كله نادي الاهلي كبير ونادي الاهلي كسب بطولات من غير ما كان يقابل احد ابنائه وماسك فريق تاني ده رقم واحد رقم اتنين ان احنا تعلمنا في النادي الاهلي ان احنا لما نشتغل برا النادي الاهلي احنا بنقدم صورة عن اللي تعلمناه في النادي الاهلي لان هو راجل هو النهاردة لما بيجيبك ادارة تشتغل معاك وبتشوفك بتشوفك انت بتتصرف ازاي بتشوفك انت بتاخد كرارات ازاي بتشوفك انت المواقف المختلفة انت بتشتغل فيها ازاي وفكرك ايه كل ده احنا اتعلمناه في النادي الاهلي ايه هاي هاي ايه فاناس كتيرة هيو قال لك انت ضيعت علينا فرصتين اه اه يعني ده احد اللقاءات اللقاءات تبعا من المباراة ده الاهلي والبنك الاهلي اه دون الاوي فكان ناس فاناس كتيرة جدا اه اه يعني بتتكلم على ان يا جماعة اه احنا انتم طلبين من يعني في كله طبعا بتقول ايه انت ضيعت علينا لقطتين وكده لكن الأغلبية عندها الوعي من الجمهور إن يا جماعة لا هو مش معنى إنه ابن من أبناء النادي الأهلي إنه ينزل يفوت أو يحط التشكيل غلط مثلا أو ما يحطش أحسن تشكيل عنده أو 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 فالنادي الأهلي عظيم بمبادئه بدروسه بالخبرات اللي بيديها لولاده ما تعلمناش خالص أبدا في النادي الأهلي إنه إنه إنت مثلا تسيب مباراة أو إنك تساهل لأن رقم واحد النادي الأهلي مش محتاج كده ورقم اتنين اللي تعلمناه مختلف عن كده فطبعا لا عبد الجليل ولا أي مدرب يعني أتصور أو أكد إنه هو يعني اللي فكر هذا الموضوع طبعا طبعا خالص برضو تقلع على أحمد سامي يعني برضو نفس الكلام أحمد سامي بعد بقى المباراة إنه هو مش علي طب ما أحمد سامي كسب كسب الآلي اتنين في المباراة بتاع الدور الأول إزاي بقى الناس بتنسى العمل الكلام ده دلوقتي أيضا بيتقال مية في المية على أحمد النحاس في المدير الفاني من المقولين العرب في المباراة القادمة إحنا عايزين بقى نرتقي بالفكر لازم يرتقي الفكرة كابتن إسلام لازم يرتقي ولازم يبقى فيه يعني ثقافة شوية فيما يكتب إحنا دلوقتي خلي بالك الوسائل بقت كتيرة جدا واللي عايز يقول حاجة بيقولها لازم يكون عندنا وعي ولازم يكون عندنا نوع من الثقافة والتفكير قبل ما نكتب حاجة أو قبل ما نقعد نتناقل في كل أخبار في أخبار كتيرة جدا بتبقى طالعة الواحد بيبص له كده ويقعد يتحكي صوصا الحاجات اللي بتمثل سمعة أو الشرف الحاجات دي مهمة جدا ما ينفعش الواحد نهاردة أنا أنا كنت بتكلم كنت بتنرفس شوية لإنه حاجات بتمث السمعة أو الشرف دي بتبقى صعبة جدا لا وعبد الجليل في تجربة لسه جديدة لسه متولي متولي مسؤولية نادي المقاصة بتمنى له طبعا توفيق من خلالك طبعا وخلال قناة النادي الآلي وعبد الجليل أحد اللاعبين المهوبين من أولاد النادي الآلي وعبد الجليل يعني كان من المواهب الفزة في النادي الآلي وطلع معنا يعني كنا طلعين في التسعينات كلنا المجموعة جمدة جدا فكان لعب ممتاز جدا وبتمنى له توفيق لكن في نفس الوقت تاني تجربة حيقابل لنادي الآلي طبعا مباراة قوية ومباراة تقيلة من العارة التقيل يعني لكن عمره ما كان يقصد أو عمره ما كان أي مدرب يقصد بالعكس ده هو ممكن يكون عايز ينجح عشان يعبر عن نفسه ويوري نديه إن أنا كادر كويس وإن أنا أستحق يعني فهم قصلي زي عنده مدرسته إنه هو حافظ بس عايز أكسر مظبوط إيه المشكلة يعني هل معنى كده كريم حسن شحاتة مدير الكرة في نادي الباك الأهلي قال مثلا لو ربنا كرم النادي الأهلي في البطولة الأفريقية هو أول مباراة يلعبها النادي الأهلي لما يرجح نعمل باك الأهلي هنعمله ممر شرفي وكريم حسن شحاتة معروف انتماء هو ميوله الأهلوية الزمالكاوية أنا أسف هل ده معنى أن كريم مثلا مش زمالكاوي مثلا يعني هو احترام وأدب هو ارتقاء ارتقاء بالفكر إنه إحنا في النهاية دي كورة نهاية دي كورة ودي رياضة وإحنا من خلال الكورة ومن خلال الرياضة ومن خلال المباراة ومن خلال المواقف دي إحنا بنوصل رسالة للجمهور بنوصل رسالة للنشأ أولادنا بنوصل رسالة للشباب إنما اللي بيحدث واللي بيكتب والاتهمات اللي بتبقى على الوسائل على الملأ كده بدون أي يعني أدلة وبدون أي إثبتات أنا شايف أن دي بصراحة حاجة من العيوب اللي موجودة قبل ما انتقل إلى مباريات الدوري شفت مباريات الأهلي أو مبارتي الأهلي أمام التراجي ذهابا وإيابا إزاي؟ لا شفتهم طبعا بفكر يعني بوجهتين نظر مختلفين شوية وجهة تمثل نادي الأهلي وحتة تخص التراجي الحتة اللي تخص نادي الأهلي نادي الأهلي كان مركز قوي مسلماني عمل حاجة يعني إلى حد ما أنا شايفها كان فيها مخاطرة إنه إدى أجازة قبل المباراة الأهلي لو تفتكر إدى ستة أيام دي عملت له نوع من الراحة وفوقت اللعيبة لأنه كان مضغوط قبلها في مباريات وطلع من ميميلودي سانداونز من جنوب أفريكا لعب سوبر في قطر ثم بعد ذلك رجع يعني الفترة الضغط دي فلما في لقى فرصة إنه يدي خمس ستة أيام راحة دول فعلا فرقوا في معدلات المعدلات البدنية والإجهاد وكل ما يعني كان حوالين الفرقة من الصفر والإجهاد وضغط المباراة على فكرة كمان قدر قدر إنه يعمل الجيم ده وفيه توفيق طبعا فيه توفيق في القرار ده وبصراحة ما تشين التراجي أروع ما يكون يعني أنا فتكر مباراة كمان كان ممكن نعمل سكور كبير جدا أكبر من واحد يعني لكن النهارده في 2021 الأهلي بيكسب التراجي رايح جاي وده يعني تاخدك لمكان تاني وريكورز تاني إن أنت بتتربع على العرش أفريكي فأنا شايف إنه 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 الحتة دي أو المباراتين دول بشكل أساسي فعلا نقله نادي القالي ناقلة تانية النقطة اللي واخدها برضو تكملة لما حدث هو جزء على نادي التراجي شوية فيه نادي التراجي معين الشعباني مش هيكمل ومعروف من رئيس نادي التراجي اللي هو حمد المعدل إنه إنه هو مش هيكمل مع معين الشعباني هنا عملت نوع شوية من عدم الاستقرار في الفريق يمكن أنا يعني شوية عندي معلومات دقيقة شوية عن التراجي فبحكم إنه هو بطل تونس وهو أقوى فريق في تونس وهو دايماً اللي بيلعب في طولة أفريكيا على طوله بيتواجه في طولة أفريكيا دي عملت نوع من عدم الاستقرار فأنت عارف برضو أوحش حاجة إنه إنت تلعب في فريق ويكون إنت عارف المدير الفني بتاعه مش مستمر فعملت نوع ما حدث فيه المباراة من الجمهور لو تفتكر وتأخر المباراة وإن يحصل ضرب بالشكل ده ده كله عدم تحكم في الجمهور وعدم يعني عايز أقول إيه استقرار الوضع هناك في التراجي حتى بالنسبة لجمهوره كل ده كان من العوامل الإيجابية للنادي الأهلي واللعب للنادي الأهلي هم حاولوا يعملوا حاجة زي 2018 بس بطريقة مختلفة جات بأثار عكسية على فريق التراجي في المباراة اللي هناك وهي دي قدت جزء كبير قوي من التأهل وسهلت بشكل كبير قوي على مباراة العودة لكن جهاز الفني بتاع النادي الأهلي درس التراجي بشكل كويس لعبة النادي الأهلي مركزة جدا عندها الإصرار أنها تضيف البطولة التانية على التوالي والعشرة للنادي الأهلي ودايما النادي الأهلي بيقيس بطولاته يعني النادي الأهلي ما شاء الله دايما بيقيس بطولاته أو مقياسه هو بطولة أفريقيا يعني بيبقى عينه على بطولة أفريقيا عايزي إيس نفسه أنا فيهم من بطولة أفريقيا فدي حاجة بتخليه حتة مختلفة يعني فيه فرق تانية طموحها أنها تاخد دوري 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 المصري الأهلي مش باصس حتة الدوري أوه طبعا بيركزوا بطولة مهمة جدا وبطولة بيحارب عليها لأننادي جمهور يعني بطولة محببة لجمهور النادي الأهلي لكن طموحه باصس على أفريقيا كاسعلم أندية الحاجات اللي هي ما بيقدرش أو يعني بيتميزه في أفريقيا وعالميا تمام هنكمل كلامنا مع كابتن محمد يوسف ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم مع كابتن محمد يوسف على تعادل فيرامدز ومع نادي الأهلي ثم فوز نادي الأهلي 4-0 والاستعداد للمباراة القادمة مباراة المقاولين العرب بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن يوسف الأهلي قفل الملف الإفريقي وانتقل إلى ملف الدوري العام تعادل مثير في مباراة بيرامدز ثم رجوع مرة أخرى والفوز على نادي سموحة بربعية واستعداد بقى لمباراة المقاولين العرب شايف الوضع كده إزاي بصد كابتن الإسلام طبعا بس عايز خطوة قبل ما نقفل الدوري أو الملف الأفريقي عايز الرأي العام كله وطبعا قناة الأهلي على رأس الإعلام المصري في حتة في حتة أني لابد من عدم تهوين أو أن احنا نهول أو نسهل أو نستهون بمباراة كازر تشيفز فرق جنوب أفريقيا فرق قوية فرق بتعرف تلعب وفي نفس الوقت أنك تستهتر بفريق أو تستسهل مش عايز أقول تستهتر بس تستسهل نهائي أفريقيا دي حاجة خطر جدا 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 فأنا من خلالك طبعا وخلال شاشة النادي الأهلي بتمنى أن إحنا ده عشان بس نقفل الملف الأفريقي نحترم جدا قوي المباراة بتاعت يوم السبعتاشر دي عشان يوصل للعبين يوصل للمنظومة كلها أن المباراة دي تسعين دي إيئة في المغرب بس مش سهلة وأن النادي الأهلي عنده حلم وعنده هدف كبير جدا أنه يجيب البطولة العشرة ويجمع بطولتين متتاليتين إن شاء الله المباراة سموحة طبعا النادي الأهلي بعد يتعادله مع بيرمز ولو أخدناها كده سريعا في بيرمز التعادل يعني أنا شايف أنه كنا ممكن تبقى البداية أحسن من كده بداية المباراة احنا كنا ممكن ناخد مباراة بيرمز من الشط الأول لكن هو شوية حصل يعني موثماني في المباراة دي لعب تلاتة وسط ملعب لعب برامي وبدر بنون وطبعا كان عنده أكرم توفيف اليمين وعلي معلوف الشمال شوية أنا لقى وجهة نظرة ليه لعب تلاتة لأنه لعب برامي وراء وبدر بنون شايف يعني طبعا دي أراء مختلفة يعني طبعا محترامي الرأي هو اللي بيتولى المسؤولية لكن بدر ورامي غير بدر وآيمن غير بدر وياسر إبراهيم في الحتة اللي في القلب كل ما تحط لعيب كورة ومعا حد دفاعيا قوي بتأمنك شوية ممكن ألعب مع فرق شوية أقل من بيرمز باتنين لعيبة كورة عادي من وراء مفيش مشكلة بس مع بيرمز مع زمالك في فرق عندها الخطوط الأمامية بتاعتها فيها قوة شوية فلازم تبقى أنت مأمن نفسك فدي خلت شوية أن المسلمان يبدأ يحط التلاتة حمدي فاتحي سولية وآليو ديانج في قصة الملعب لأنه هو عارف أن الحتة اللي وراء شوية ما هيش أقوى حاجة جات على حساب مين؟ جات على حساب واحد يعتبر هو الكيب لير بتاعناد لآلي دولات اللي هو أفشي أفشي لما زبط ده الشروط التاني خلاص الدنيا اتغيرت خلاص أعتقد أنه 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 بالأناليسيس طبعا هو معاي طبعا التيم بتاعه بتاع الأناليسيس حيحلله الحتة دي بشكل مظبوط قوي أنه إحنا فيه مطشات كتيرة جدا مش محتاجين تلاتة في نص الملعب في سبيل أنه أنت تسيب مفتاح قدام زي أفشة مع طاهر مع حسين مع كهربا العناصر اللي قدام محمد شريف يقدروا يخلصو لك المباراة أي ودي يمكن أخرت شوية أخرتنا في مباراة بيرميز المباراة سموحة تدرك الحتة دي وكلنا شفنا لعب بثنين بس وقعد وقفشة طبعا زبط الدنيا لا في مكانه ياسر إبراهيم بدأ أيمن أشرف لأنه بدر كان مقوف فدي زبطت الدنيا طبعا النادي الأهلي فريق مميز وفريق عنده عناصر كبيرة جدا عنده عناصر مميزة في الخبرات بتاعتها وفي الجانب التكتيك والمهاري قدروا يستغلوا طبعا عدم تركيز سموحة هم ضغطين كان فيه ضغط كان فيه عايز أقول يعني محاولات هجومية من النادي الأهلي إلى أن خمس دقايق مع النادي الأهلي طبعا لابد أن كل فرق الدولة تبع عارفة كويس قوي أنه حتى المدربين أنا متأكد المدربين دايما نقوله الفرق اوعى تأمل للنادي الأهلي يعني حتى لو أنت خسران أو متعاق قصدي آسف لو كسبان أو متعادل ما تأمنش لأن النادي الأهلي ما بيستناش والغاية الصفارة الغاية النهاية بمعنى أصحا فالمباراة دي بصراحة النادي الأهلي عمل فيها مباراة كبيرة فيها مكاسب كبيرة فيها مكاسب كبيرة جدا أنا شايف من أحد هذين المكاسب طبعا إن حسين الشحات أحرز فدي برضو بتديله ثقة علي معلول رجع للأسستات الجميلة بتاعته كان بقاله فترة طبعا الإصابة ورجع دي حاجة من الحاجات يعني شوف الهدف التاني اللي جاء محمد شريف قطع له على القريبة عشان يحطه بطن رجله علي معلول دي حاجاته الحاجات اللي هو بيخش بيها وقافشة بصراحة وقافشة طبعا بص بيعيش أحلى فترات حياته مع النادي الأهلي بيطلع كورة بدون بيستمتع باللعب يعني أنت تشعر وهو بيلعب إنه هو فيه استمتاع بالأداء محمد شريف بيأكد أهدافه وبيأكد إنه هو راس حربة مميز عنده حاجتين مهمين جدا إسلام أيه وإحنا كنا بنلعب سردباكات فكنا يعني عارفين الراس حربة للخطر عنده السرعة ودي حاجة من حاجات اللي عايز أقول إيه يعني بتميز الراس حربة السرعة عنصر السرعة تبقى غلصة بالنسبة للمدافعين طبعا بالمدافع ليه؟ لأن المدافع لما بيلعب عليه مهاجم سريع لو وقف نص خط وغلط خلاص أنت خلاص بيعتي نفسك إنما لما بيكون المهاجم مش سريع قوي حتى لو أنت وقفت غلط بتقدر بالسبرينت تجيبه فهم قصدي؟ ورقم اتنينه بيعف جيب جون يعني بيعرف جيب جون بيعف تحرك الكرة التحرك اللي عمله مع علي معلول يعني شوف الدبل باس ورح نازل لعلي معلول وجاله على القريبة قبل ما مدافع سموه حيززحلق ورح تطبطن رجله فدي طبعا مهارك ويسة جدا حيطة التحرك جوة 18 إنما النادي الأهلي عمل بصراحة مباراة جميلة جدا مباراة فيها يعني عودة ثقة لجمهور النادي الأهلي وبيقول للجمهور احنا ماشيين في التحرك بتاعنا الاهلي عنده مطشقات متأخرة بيلعبها بكسافة عالية جدا كل 3 يامة دينا شايفين لعب مع سموحها بعد كده مقاولين بعد كده المقا... يعني المباراة وراء بعضها فدي طبعا هتخلي موسيماني إنه هو يعني لا بد إنه يفكر في التدوير وإلا لأنه يومين 3 بالنسبة لمباراة المقاولين العرب كيفية الاستعداد إنه دي الأهلي يرجع النهاردة بيتمرنوا بكرة يتمرنوا تمرينة خفيفة ويخش معسكر وننتظر مباراة يوم الخميس إن شاء الله كيف يواجه موسيماني عماد النحاس في هذه المباراة بص طبعا المقاولين السنة دي مش زي السنة اللي فاتت يعني كلنا عارفين دي حاجة متقللش من كابتن عماد النحاس كابتن عماد النحاس مدرب محترم جدا ومدرب عنده قدرات عالية جدا لكن فيه ظروف يعني كلنا في التدريب عارفين فيه ظروف بتبقى خارجة عن إرادة المدرب فيه ظروف بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق لكن يبقى المقاولين حيلعب طبعا بروح عالية جدا قدام الأهلي هيحاول كلنا عارفين طبعا المباراة بتاعت الدور الأول لما حصل إن المقاولين كان كسبان اتنين ثم بعد ذلك رجع الأهلي وتعادل وكسب الأهلي كسب تلاتة اتنين فيبقى المقاولين فريق محترم طبعا بيلعب مباراة قدام ناد الأهلي كل الفرقة بتيجي قدام ناد الأهلي بصراحة يعني عايز أقولك التركيز بيعلى الروح بتاعلى ودي ضربة الأهلي ضربة البطل لكن الأهلي أنا شايف المسلماني طبعا لازم يبقى شايف لعيبته كواس قوي عنده الجهاز بتاعه طبعا المعاون هل هيرايح حد هل عنده مراكز عايز يغير يعني يدور فيها التدوير مهم جدا أنه يفكر في التدوير ويشوف مبارياته لازم يشوف الجدول كله أنا عندي المباريات عشان هريح مين في مباراة ايه وهلعب بمين في مباراة ايه دي مهمة جدا عشان ما يوصلش لإجهاد رقم واحد أو إصابة بمعنى أصح الإجهاد هيسبب إصابة ورقم اتنين أنه يعمل نتائج إيجابية عشان ايه النقاط المتأخرة عنده آه عنده عنده ورق عنده ورق كويس قوي يقدر يغير ويقدر يبدل فيه في كل مركز يقدر يعمل كده المطش اللي جاي يقدر يقدر طبعا لكن هو قدرى مين هو بقى دي دي بتاعته النهاردة مثلا ياسر إبراهيم ولا أيمن أشرف عشان بدر هيرجع في نص الملعب لعب المرة اللي فاتت قعد لليد يانج لعب بمين بالسليا وحمدي هل في حد فيهم في إجهاد احنا شوفنا بمطش اسموحة راح مريح مين راح مريح السليا فهل محتاج ان السليا يريح ويبدأ بحمدي فاتح وقالي يدونج بس لو بدأ بحمد يفاتح وعلي اليدانج انت كده عندك اتنين يعني ايه حيدغفوك شوية فالحسابات دي كلها يقدر هو اللي يقدر قدرى واحد هو على اساس اني عنده هدفين اول حاجة يتجنب الاصابات والفوز بالتلات نقار رأيك فأداء اكرم توفيق في الباك رايت خصوصا هو كان يعني اكرم بسم الله ما شاء الله لكن اكتشافه في الباك رايت اليومين تلاتة الماتشين تلاتة اللي فاتوا اكرم لعب في 2018 مع كارتيرون لعب باك رايت يعني بس ما كانش بالتقلق بس ما كانش بالنطج ده لان اخلي بالك اكرم طلع لعب خد تجاره ببرا والاعارة اللي اطلحها اسكاليتو اسكاليتو خبرات وعدد ساعات لعب ولما رجع رجع طبعا بشكل لكن انا شايف انه عمل طبعا مبارات الترجي عملها بشكل مميز جدا وفي نفس الوقت كمان هو تقل ممكن يلعب وسط الملعب ممكن يلعب ارتكاز وسط الملعب ممكن يلعب باك رايت فتقدر تسفيد به لكن هو ماشي بخطوات كويسة جدا وقدر انه هو كمان في الناحية الهجومية عنده عنده حلول عنده يعني عايز اقول ايه التلت الهجومي عنده بيفكر فيه شغل بيقدر يعمله بيقدر يخش الجوه ويمشي ويشوف بشماله طبعا لسه مشوفناش اهداف لكن فيه فيه جملة فيه جملة بيحاول يعملها محمد هاني طبعا لما هيرجع من الاصابة هيديف طبعا انه عرضه نزل في التدريب فدي طبعا هتدي باور للنادي الفترة الجاي عشان نهاية افريقيا من الطبيعي ان احنا نشوف علي لم يصل الى 100% من المستوى ده طبيعي يا كابتن بعد اصابة طويلة طبيعي طبعا بعد فترة اصابة طويلة لكن علي معلول عنده خبرات كبيرة جدا علي معلول هنا اللعيب الخبرة لما بيبعد عن الاصابة ويرجع بيقدر يعبر عن نفسه او يرجع لمستوى بشكل مميز لانه بيبعده الخبرات وعنده من الزكاء في اقتصاد وفي الملعب بيقتصد في جهده ايه الكرات اللي هشتغل عليها ايه الكرات اللي ممكن اقف اريح امتى لما اقف مع الفرقة امتى اطلع مع الفرقة الحاجات دي كلها قدر يحرز هدف جميل اللي هو ضربة الجزاء في نفس الوقت قدر عمل الجون الرابع الجون الرابع فماشي بشكل يعني طبعا بنقول 60-70-80% مثلا ولكن الفترة اللي جاية علي يقدر يجيب هيجي مع المتشور طبيعي يعني عشان لانه البعض بيتكلم عن علي كذا وكذا ولكن في النهاية لعيب كبير ويستنى المتشور دي بتاعته طبعا لازم لما تيجي تتكلم على لعب غاب غاب اكتر من شهر تقريبا اربع خمس شهور انا بقولك انت بتتكلم في فترة طويلة يعني طالما عدى الشهر فانت المفروض انه بيفقد ما يقرب من 70-80% من مستوى بدنيا حتى بدنيا وفنيا يعني الموضوع كله يبقى انه هو راجع بالشكل يعني احساسه جوه الملعب اه احساسه وقفته جوه الملعب السبرنت بتاعه تغطيته الجوه ازاي بيغطي ازاي بيقابل الراجل حاجات دي كلها بتبدأ تيجي مع المتشور فانت بتتكلم في فترة طويلة يعني ولكن اللي هيقصر الفترة دي خبرات علي معلولة عنده خبرات عنده لعب دولي منتخب تونس كان لعب الصفاقسي قبل كده واحد من اهم عناصر اللعبة ومن اهم من مفاتيح اللعبة في النادي الاهلي لكن هيقدر يريكوفر بسرعة ويجيب المستوى بتاعه في وقت بسرعة يعني طيب حنتلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنرجع نتكلم مع كابتن محمد يوسف عن فترة مهمة جدا في حياته في تركيا ماذا حدث في تركيا مع كابتن محمد يوسف بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن محمد دايما بطول عمره كانت تلعب من خلال النادي الآلي في منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين لغاية لما وصلت للمنتخب الأول أعتقد بطولة 98 بطولة الأمر الأفريقية 98 كانت بدايتك في الاحتراف الخارجي في تركيا هي فعلا البطولة 98 كانت يعني مفتاح لعدد كبير جدا أنه يحترف أيو وهي فعلا بعدها على طول أنا خطت بقى تجربة احتراف في تركيا في نادي دي نزل التركي ودايما خلي بالك الاحتراف كان أصعب من دلوقتي يعني كان لازم تعمل مثلا بطولة لازم تعمل إنجاز مع ناديك أفريقيا أو مع المنتخب عشان تبدأ يحد يبص أو حد يبدأ مثلا ايجنس أو مدربين يبدأوا يجيوا يبصوا ففعلا بعد البطولة دي احترف مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين في أوروبا أمونا أنت كان أول احتراف لك في دينزلي سبورت أول أول محطة أنا كان عندي 28 سنة ونص يعني سن كبير لكن حبيت أن أنا أخد تجربة أو أحتاج يعني ألعب بره في أوروبا عارف حسيت بتحدي يعني حسيت أنا عايز أشوف إيه اللي بيحصل كان رحمد حسن موجود كان موجود في كوشالي متحة عبدالدي كان موجود في كوشالي وبعدين أنا روح روحت أنا الأول وبعدين عبدالظاهر بقى جي معايا في نادي دينزلي التوركي مع مدرب أرسون أرسون ينالي صنع دعاني ومن بعدين ينالي انتقل على ثل Verizon ماهو لحظة الله موسيقى 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 جداً وأفتكر كنا بنلعب مباراة مع باشكتاش في اسطنبول فكان لنا فرصة المهاجم بتاعنا انفرض وهو كان لابس بدلة ولابس جازمة كان على طول هو بيحضر المباراة كلها ببدلة وكرباطة وكذا المهم ففيه كان الملعب مبلول طبعاً والدنيا مطر وبتاها فاحنا روحنا بانفراد والمهاجم بتاعنا حطاها ماشية كورة جنب القائمة اسلامي فهو جري عايز يحطها لا هو جري يعني بيحتفل انها بول رحمة زحلة تعرف جازمة جازمة شودة رحمة زحلة خد خد المنطقة الفنية دي أنا يوميا كنت في الملعب فبابوس لقيته لقيته واع أنا مش فاهم يعني ليه يعني بس طبعاً كان من المواقف الجميلة يعني أنا فاكيرها بس هو من المدربين المميزين جداً عملنا معاركورس كويسة جداً اه واخدنا خامس دوري توركي يعني ودي كانت صعبة اعتقد طبعاً انت بتتكلم في دوري قوي دوري في فرق مميزة يعني جلتة سراي فنرباتشة بشكتاش ترابجون لا فرق فرق قوي يعني كان عندك مهاجم في الوقت ده لعب معاك ولعب ضدك لو تفتكروا أفريقي كلبالي 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 اه كلبالي لعب معنا كلبالي يتجعني كلبالي كلبالي مادة قلت محمد يوسفوا سنربعني كلبالي السلام عليكم كانت تركو كنت دوري اللي مالي مادة كمان ترسل كنت ترسل أمنا كنت تتوضل عشيء أمنا كنت ترسل كنت ترسل أيضاً. ومن يحسن لك, تتعيش بك، تتعيش بك، تتعيش بك وطعه. و اتعيش بك وفربي بك، وطعه وليس من شعر، وجعني جميعك معك وممتعك. وليس حينك، ومعنك بك، يمنحك بك يمنحك. ومعنك هدى أحسان، وإذا كنت أشعر بك، فاتش بك، يا هدوين لي. حينك، كنت شعر بك، ممتعه بك، ومعنك بك، كل شيء. لا لا دي مفاجآت فعلا لا لا كلبالي كان من الموارد من هقولك ليه إحنا كنا بنلعب إحنا التلاتة أول مراه رح رحت أنا دي نزلي وأحمد كان في كجالي وبعد كده جبت الساقة وبعد كده إحنا الاتنين رحنا جايبين أحمد حسن من كجالي كان حصل زلزال في كجالي في البلد اللي كان فيها أحمد حسن فحصل مشاكل في فريق كجالي وكده المهم جبنا أحمد حسن معنا كجالي فبقيت أنا والساقة وأحمد حسن في دي نزلي في مكان واحد في نادي واحد يعني وكان مين معنا الرابع بقى كان معنا بادرة خلت بادرة اللي هم دفع تونس فإحنا كنا الرباعي وخمسنا كان كلبالي لأنه كان خمسة محترفين ساعتها دلوقتي خلاص فتحوا دلوقتي ممكن اللعيبة كلها من أجانب يعني فكنا إحنا الخمسة للمحترفين اللي في الفريق فكنت مع بعض على طول فكلبالي طبعا ليزك رايك جميلة جدا معنا وكان من المهاجمين دمه خفيف جدا بعدين سابنا بقى بعد أول سنة راح ريزا سبور فطبعا كنا يعني أنا كنت بلعب بقى عليه فكنت حفظينه من التدريبات بقى وكده لكن من المهاجم يعني مهاجم من المهاجمين المميزين جدا وجاب جوان كتيرة جدا معنا في دي نزلي يعني طيب مسكت الشرطة العراقي بس أنا بحي عمر لأن فعلا أنا مش عاب جابهم ازاي يعني وصلهم ازاي برضو من التجارب اللي عملها كابتن محمد يوسف بقى هو مدير فني مسكت الشرطة العراقي مين أبرز اسم ممكن تكون مسكته في الشرطة العراقي الأول سنة طبعا لما روحت بعد تجربة الأهلي مسكت الشرطة العراقي طبعا كان كابتن الفريق وعلى رأس اللاعبين كلهم كان نشعة أكرم نشعة أكرم كان أولا كابتن منتخب العراق في 2007 في كاس آسيا ولعب من نجوم العراق يعني الكبار جدا فانا روما روحت طبعا كان موجود كان هو كابتن فريق وكان حاجة في منتهى الأخلاق ومنتهى التواضع وكان يعني عايز أقولك ساعدني بشكل كبير جدا في أول سنة طبعا ساعدني هو طبعا ما استمرش معانا لأن حصل يعني حصل بعض المشاكل وهو فضل أنه يعني يكلم الإدارة كان عنده يعني في بعض الحاجات أو خلافات ما بين الإدارة وما بينه وحاجات كده فهو فضل أنه هو ما يكملش الموسم واعتزل أعلن اعتزاله يعني قال لي يا كابتن أنا كنت أتمنى أن أكمل معاك طبعا الموسم لكن أنا يعني دي حاجات شخصية بيني وبين الإدارة وكده ده أقول لك بينك وبينه صح؟ طب خلينا نشوف نشوف نشأة أكرم ماذا قال لي محمد يوسف أيضا ونرجع نكمل نحية إلى الأخ والصديق الكابتن محمد يوسف الكابتن محمد يوسف طابد أن يكون مدرب وهو أخ وصديق وسوينا موسم جميل جدا أولا الظروف محتمة لأنه ممكن أنه صارت فراق بيني وبين الكابتن محمد يوسف لكن محمد يوسف يسم كبير وإضافة كبيرة إلى نادي الشرطة وحتى الكرة العراقية في الوقت اللي كان فيه موجود في العراق وكنت أتمنى أنه يستنق ويعخذ استحقاقها في عراق لكنه هذا حاج كرة القدم تحية حوف واحترام للأخ الكبير الكابتن محمد يوسف جميل ونجم نجم نجم في كل تصرفاته ونجم في كل تصرحاته وكان حتى جوه الفريق كان يعني عامل روح جميلة جدا بينه وبين العيبة كان محبوب جدا من العيده شعبيته كبيرة جدا شعبيته نشأت بص جيل 2007 في المنتخب العراقي كان على رأسهم طبعا نشأت يونس محمود مهاجم يونس محمود يونس محمود كان عندهم هوار كان عندهم كمان نور صبري الحارس المرمى كان سلام شاكر في الدفاع مهدي كامل مهدي كريم قصدي في الباكرايد لا يعني كان عندهم نجوم جمدة جدا ونشأت طبعا من المواهب اللي فعلا فعلا أنا كنت بستمتع يعني أنا كنت بستمتع وهو بيلعب وأنا كنت بضربه من اللاعبين لأنا بستمتع فعلا بأداءهم أولا لعب مهاري جدا بلعب عشرة حاجة جميلة يعني وفي ثانية تلاقيه مودي المهاجمين للجون فأولاد طبعا ولا أروع مايسترو في نص الملعب مايسترو في نص الملعب وعلى فكرة نادي الأهلي فوضه في فترة من الفترات في 2009 كده 2008 كان فيه مفاوضات بس ما نكحتش يعني فأنا بشكره طبعا من خلال قناة النادي الأهلي بأمانة بشكره وبشكر كمان الحج إياد بنيان اللي هو كان رئيس نادي الشرطة في الوقت ده لأنه هو يعتبر نشأة هو نشأة مش يعتبر هو نشأة جوز بنته ولما تعقدوا معي فعلا كناس في منتهى الاحترام خلي بالك أن الحمد لله الحمد لله عمل اسم كواس جدا في العراق والغاية النهاردة بيجي لي عروض على الشغل اللي انت عملته هناك الحمد لله عملت تجربتين مع نادي الشرطة سواء 14 15 أو 17 18 عملت تجربتين الحمد لله لغاية النهاردة كثير من الأندية العراقية الأندية مقدمة يعني بيتكلموا معي عموما هنكمل كلامنا مع كابت المحمد يوسف خدناه في جزء كده من الذكريات ولكن خلينا نطلع فاصل الأخير وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نتكلم عن ذكرياته في بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا وفوز لنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية وكاس العالم هل الموضوع مختلف؟ هل ممكن نشوف ده الفترة الجاية؟ نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابت المحمد يوسف أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابت المحمد الفقر الأخير دايما بنبقى نتكلم عن ذكرياتك بقى 2012 و2013 2012 كنت مدرب عام مع كابت الحسام البدري في بطولة أفريقيا 2012 ثم مديرا فنيا لنادي الأهلي في 2013 والفوز بالبطولة الأفريقية واللعب في كاس العالم هيا دي مرحلة يعني مرحلة كان مستر جوزيه بعد أحداث برسعيد وكده ما جدتش معنات أهلي ورجع تاني كابتن حسام البدري لتولي المسئولية وكان في جهاز بقى كان لما كابتن حسام كان في أمبي ورجع فكتنا موجود استمرت مع كابتن حسام مدرب عام وجي أحمد أيوب مساعد وجي كابتن طاري سليمان كمان فبقنا جهاز وكابتن أبو العيلة أحمد وطبعا كان موجود كابتن سعاد عبد الحفيز مدير كور فالجهاز ده اشتغلنا في الدوري واشتغلنا في بطولة أفريكا الحمد لله خدنا بطولة أفريكا ده بالنهاية التراجي اللي كلنا طبعا عارفينه من أحسن نهايات اللي اتلعبت نهاية اللي هو 2012 أمام التراجي الفترة دي كان أنا أتذكر أن كان بركات وأبو تريكا ومتعب قاعدين احتياطي في النهاية في النهاية في النهاية كابتن حسام بدأ بسعيد حمدي وجده وجده وكان وليد سليمان وعبد الله السعيد وكان في وسط ملعب حسام غالي وحسام عشور مكانتش صعبة أن أنت يبقى عندك أبو تريكا وبركاته متعب وتقعدهم وتلعب جده ما احترامنا ليهم بس الفترة دي كانت كبيرة جدا للجميع الفترة دي ممكن كان عنده بعض الإصابات شوية لكن يبقى عماد متعب طبعا يعني مهاجم خطير طبعا وبركات طبعا كلنا عارفينه زقبقي طبعا يعني بركات من اللعيبة اللي تغير لك مصار فريق يعني اي النهائي ده يعني أنا كنت حط إيدي على القلبي طبعا المدير الفني هو اللي بياخده القرار هو اللي بياخده القرار أبو تريكا نزل أبو تريكا بس اللي نزل أبو تريكا نزل لكن بركاته متعب لا بركاته متعب ما غيروش لكن أبو تريكا نزله بس أنه يبقى كبيرة حسام نهائي بتلعب احنا تعالين هنا واحد واحد وبعدين هناك بدأ بالتشكيل ده بس يعني أنا عايز أقولك قرار جريء هو كان عنده حساباته الفنية النقاط اللي بيستند عليها هلت كنت موافق على قرار ده يعني ساعتها ولا كان عندك وجهة نظر أخر بص يعني أنا أقولك بأمانة أقولك بأمانة أحنا ما تكلمناش في التشكيل في المباراة دي يعني أصلا خلي بالك اللي بيفتح النقاش وبيفتح الحوار إن لو عايز يسمع هو المدير الفني ما ينفعش مساعد يجي يخش على المدير الفني يقول له مثلا إحنا هنعمل إيه إحنا هنلعب زي لا إحنا في النادي الأهلي المنصب الأعلى هو عايز يسمع ما هيقولك بيستعدع الجهاز بيجمع الجهاز أجماعة عايزين نتناقش في النقطة دي أنا إيه وجهة نظركم عايز أسمع وهكذا ما تنقشناش في الحتة دي إحنا كان كل تركزنا إن إحنا نروح نجيب البطولة كاتو حسام حط التشكيل والعبنا كان فيه كمان مركز من المركز الباردو اللي كان فيها كلام شوية الباكلفت اللي هنشرف على فضيلة صاب وكان ساد معوض مصاب العبنا بحمد شديد باكلفت وجنبه جمعة ونجيب لكن طبعا في النهاية بطولة للنادي الأهلي وبطولة ساعد بها جدا الجمهور النادي الأهلي أنا كانت غايبة البطولة من 2008 رجعناها تاني في 2012 وكانت بطولة لها طعم إنك بتاخدها من الترجي في الترجي في الترجي 2013 كنت مديل فني بقى بعد كابتن حسام لعب والسوبر لعب مع ليبار كيني وبعد كده سافر ليبيا فقرار من من كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ولجنة الكورة إن أتولى المسئولية توليت المسئولية كملت الدوري اللي كانت كابتن حسام كان فيه لسه ماتشاط وبعد كده قامت ثورة 30 يونيو فتم إلغاء الدوري أي فدخلنا بعد كده كملت بقى بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا والفوز بالبطولة الأفريقية الحمد لله طبعا كانت بطولها من البطولات الصعبة جدا برضه لأن ما كانش فيه دوري وطبعا أنت عارب بقى طبعا الرعاة والحاجات كلها اللي مبنية على بطولة الدوري كلها توقفت وما فيش مبارات ودية فطبعا كنا بنعمل مبارات ودية ما فيش قصدي مبارات رسمية تستعد بيها وتحفظ لك على حسية المتشاط بتاعتك لكن الحمد لله إن احنا وفقنا فيه خلق دوافع جديدة عامل مبارات ودية كنا شغالين بهدف واحد وهو الفوز ببطولة أفريقيا الناسك في الكاس مش عايز تديل حد هنا لا بالعكس ده أنا مسكته بعد من اللعيبة يعني بص أنا خدته بعد من اللعيبة كانت مسكاها بص كان بطولة غالية جدا لأن لأن هي كانت الأمل الوحيد للجمهور ما كانش فيه كورة ما كانش فيه بطولة دوري فكان الجمهور بيستنى يلعب بطولة يعني الأهلي بيلعب بطولة أفريقيا دوري مجموعات فحتى أنا كنت بتكلم مع اللعيبة دايما لما كنت بعمل محاضراتي واعمل الاجتماعات بتاعتي كلها قولهم الجمهور ده ما فيش حاجة هيفرح بيها إلا مطشاط أفريقيا أيو والحمد لله قدرنا نعدي من دوري مجموعات بفوز يعني فوز جميل جدا على نزل مالك 4-2 في الجونة وبعد كده انتقلنا القابل النهائي مع القطن الكاميروني بطولة صعبة جدا بظروف صعبة جدا خروج مصر من كاس العالم على يد غانا ستة واحد ستة واحد عشان نلعب مباراة قطن الكاميروني خدت مجموع جبير جدا ثم بعد ذلك دخول بقى مع نهائي مع أولاندو بايرتز فرقة خرجت الترجي يعني في قبل النهائي الفرقة دي خرجت ترجي نفس الموقف يمكن اللي احنا بنعيشه دوقتي كازرد شيفز برضو من جنوب أفريقيا وخرج الولدان بس طبعا النهائي كان مبارتين ذهاب وعودة فلما لعبنا مع أولاندو بايرتز خلي بالك كانت يعني نهائي قوي جدا لأن أولاندو بايرتز معنويا كانوا اخدين ثقة علينا أولاندو كسب تعادلنا واحد واحد تعادلنا واحد واحد في جنوب أفريقيا وكسبنا هنا 2-0 بس أولاندو كان في دور المجموعات كسبنا 3-0 في الجون في ملعبنا هنا ماتش ده كان في رمضان وكان ماتش لي حوارات كتيرة وحيزيات كتيرة قوي لكن قدرنا نتعادل معهم في دور المجموعات 0-0 وتصدرنا المجموعة ثم بعد ذلك قبلناهم بقى في النهائي لأن احنا لعبنا كتنو الكاميروني وهما لعبوا الوداد سوري التراجي التونسي كابتن يوسف من أفضل لعب انت دربته في الفترة دي في الفترة دي لا بص هبقى حظلم أسامي لو قلت لا يعني أفضل ثلاثة لا خلينا أفضل ستة 11-11 بقى يعني وخلص بقى بص هقولك على حاجة أنا كان معايا تشكيل يعني يعني كابتن حسام البدري استلم فريق من من جوزيه هيكل فريق محترم جدا كابتن حسام خد بيه بطولة أفريقيا خد بيه سوبر وبعد كده استلمتنا الفرق لأنك كان بقى لي أربع سنين مساعد كان بقى لي أربع سنين مساعد فأنا كنت حافظ الفرق كويس قوي فسما بعد ذلك لما توليت لا معايا حرام إن أنا أقول لاعب يعني يعني أنت بتتكلم على عناصر يعني بتتكلم على بركات بتتكلم على بوتريكا بتتكلم على عماد متعي بتتكلم على وقيل جمعة وراء بتتكلم على سيد معوض في الشمال الأحمد فاتحي أنا أقول لك التشكيق حسام عشور كان عنصر مهم جدا في وسط الملعب من العناصر المميزة جدا عبدالله السعيد ووليد سليمان ووليد سليمان عمل بطولة 2013 بطولة يعني ولا أروع لا تحامل على نفسه بشكل كبير جدا رجبته كان بتوجعه وكان بياخد حقا وكان وليد سليمان من العناصر اللي جات على نفسها أو يعني تحامل على نفسه عشان نادي أهلي لا عموما بس أنا لاحظت ده أوه في 2013 قال لي يا كابتن أنا مش هعمل عملية غير لما نخلص إن شاء الله ونوصل كسر عالم أندية اي وفعلا بعد كسر عالم أندية راح داخل بقى عمل عملية كنت احنا رجعنا على الدوري فقال لي يا كابتن هعمل لعملية لأن فعلا كانت رجبته خلاص كانت رجبته جابت أخيرة خالص يعني فلا كامعية عناصر مميزة جدا متتكلم على كلهم بصراحة كلهم شريف إكرامي من وره مرورا بقى بالخط الظهر زي ما قلت لك محمد نجيب وجمعة وشريف عفضيل وأحمد فتحي وسيد معوض شديد واستم ملعب كان عشور رمي ربيعة ترزيجيه كان طالع في الوقت ده دبلوماسي انت بردو كابتن لا مش دبلوماسي أنا بقولك على عناصر فعلا عملت معايا دور كبير جدا قدرت أديرهم قدرت إن أنا أديرهم بنجاح وفي نفس الوقت هما كان ملتزمين وكانوا بينفزوا الفكر اللي كان بيتقلوهم بس يعني طبعا أنا أتمنى لك يا رب كل التوفيق في الفترة اللي جاية أخيرا في حاجة قريبة حنسمعها عن كابتن محمد يوسف إن شاء الله يعني أنا بحضر لحاجة طاليق باسم محمد يوسف أي وحاجة تكون فيها عناصر نجاح يمكن أنا جات لحاجات الفترة اللي فاتت لكن طبعا لما باجأ دريسها وأجأ بص عليها وحللها بشكل تفصيلي بلاقي إن يعني في صعوبة يعني لكن في نفس الوقت إن شاء الله بحضر لحاجة كويسة إن شاء الله بتدأ من الموسم الجاي تكلل بالنجاح إن شاء الله ويبقى فيها توفيق لأن إحنا بنكتهد خلي بالك التدريب في اجتهاد وفي بازل مجهود وبعد كده بص تلاقي التوفيق أوقات أنت عارف فيه توديك نهاية أفريقيا وتاخده أو توديك فيها تدانية بربع عليك البطولات يا أسلام لما بتيجي ما بيجيش بس شطرة منك أو اجهاد منك طبعا ربنا بيسبب لك أسباب إن الفرق الأخرى بتبقى ما هيش موفقة أو عندها مشاكل أو عندها إيقافات أو عندها إصابات يبعد عنك أنت الإصابات ويبعد عنك الحاجات اللي ممكن تخصرك وممكن إيه يوديها للفرقة التانية وهكذا فتمنى إن شاء الله أن التجربة الجاية تبقى موفقة وأنا بستعدلها بشكل كويس وبحضر بشكل كويس على أساس أن يبقى مكتوب لها التوفيق والنجاح إن شاء الله يا رب يا كابتل محمد شرفتنا ونورتنا ودايما سعداء بوجودك معنا ويعني كل التوفيق للمرحلة القادمة إن شاء الله حبيب ربنا يخليك كابتل الإسلام أنت عارف مع أزيتك عندي ونفس الوقت أنا سعيد جدا أن أنا عملت حلقة جميلة إن شاء الله أنا بقى ضيوف خفاف كده أو أنا بقى ضيوف أنت يوميا طبعا ضيوف موجود على الشاشة لكن أبقى ضيف خفيف على جمهور ناديل آلي بناخلي ومحبي ناديل آلي بشكر كل الـ staff بتاعك بناخلي من رئيس تحرير للقناة كلها وطبعا حبيبي طبعا إهب الخطيب عمل نجاح كبير جدا وإنت كمان يعني بقول لك حمدلع السلامة رجوعك لمكانك تاني بناخلي وبرنامجك الرئيسي في القناة أنت تستاهله بناخلي وبالتوفيق حتى في الجانب الإداري إن شاء الله نشوفك كده في أعلى المناصب إن شاء الله شكرا جدا قابة محمد يوسف كان نجمنا النهاردة وموجود معنا في البيت الكبير يعني أعتقد كلام مهم وكلام كتير جدا سمعناها من كابت المحمد يوسف أنا بشكر حضراتكم جدا جدا على وقتكم معنا إن شاء الله إحنا قلنا لحضراتكم أن الأسبوع ده هو أسبوع المدافعين في النادي الأهلي بارح كان معايا شريف عبد الفضيل مدافع النادي الأهلي النهاردة كان معايا النجم الكابتن محمد يوسف وهو أيضا مدافع النادي الأهلي غدا إن شاء الله يكون معايا الصخرة واء الجمعة في البيت الكبير إن شاء الله بكرة يكون معايا في تمام الساعة العاشرة كابتن واء الجمعة عشان نكمل هذا الأسبوع أسبوع المدافعين في النادي الأهلي أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله انتظرونا غدا في تمام الساعة العاشرة وحلقة جديدة من البيت الكبير